سر التوبة والاعتراف في الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية وهو من الأعراف الكنسية المعروفة بسر المصالحة مع الله كان مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور الذي قدمته الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية مع الارشمندريت أثناسيوس قاقيش حيث أوضح قدسه أن سر الاعتراف هو أحد الأسرار الشبعة المقدسة المبنية على الإقرار بالذنب وطلب الصفح من الله الغافر للذنوب مبينا أن الوصايا الكنسية تنص أن يتم الاعتراف أقله مرة في العام كما يجب على المتقدم كذلك الإقرار بالخطايا الكبرى أو التي تدعى بلغة الكنيسة بالمميتة وقد تناولت الندوة العديدة من الأمور الهامة من خلال مشاركات تفاعلية مع المستمعين والمشاهدين فإلى هناك موضوع سر الاعتراف منذ ولادته عانى من المشاكل وعانى من الإهمال وعانى من الإزدهار لأنه حسب وهذا يعود يعود يعني إلا بسبب الكهنة إذا صار في رواج لسر الاعتراف أكيد بفضل التربية المسيحية وبفضل الكهنة الذين يمكنون فن بالاعتراف وكمان يتعرض إلى الإهمال والإنزدهار بشبب كمان سوء التربية الأهل وكمان كيفية الكهن مع سر الاعتراف لأنه الكهن بإمكانه أن يبعد الناس وبإمكانه أن يقرب الناس ليس هو المسؤول وحده إنما إنما لكل عوام المجتمع سر الاعتراف بيخضع لثلاث أسس فديبلج داري الأسس الإنسانية هايدي أسس مهمة جدا وعندنا الأسس النفسية وبعدين الأسس اللي هطيه بطريقة مختصرة جدا وأنتظر تعليقكم أو سؤالاتكم علي أول شي أنا يجب أن أعتبر أنه أنا إنسان أنا إنسان ككهن أنا إنسان أمام تائب كإنسان مثلي مثلهم ثلاث نانا يعني متساويين وقت اللي بقول أنه أنا وقت اللي بقول أنا أنه في أسس نفسية هايدي شغلي مهمة جدا ومطلوب من الكهن في هذه الحالة في هذه الحالة أنه يعتمد يعتمد إلسس إنسانية لا ترهيبية أنا مهمة جدا لا ترهيبية ولا تخويفية ولا ترهيعية ولا ترهيبية بالحد الأقصر إنما يكون فيه مسلك ثابت إنسانيا إنه أنا أنا إنسان مقابل إنسان أشجع ككهن على العلاقة المباشرة مع الإنسان التائب مع الخبرات المباشرة من قبل التائب مع الله لأنه هون فيه مجموعة مجموعة عوامل مجموعة خبرات هي روحية هي نفسية هي اجتماعية في آن الواحد لأنه أنا هذا الإنسان واش بكون إنسان يعني جاي كوني أنا بالمزارة بعرف كتير من كذا سنة تشوف إنه هذا الإنسان جاي لعندي فيطلب الراحة لأنه أنا شو شغل بي ككهن وظيفتي ككهن بأي سبت أنا ككهن مفروض فيي بسي ما وحضرت الأبونا شغلي وحدي فقط حتى نهاية حياتي الجانودية أنه أن أكون الناس إلى الله وأن أجلب الله للناس هاي دي شغلتي مضى التسنين طويلة في بداية القرن الماضي ولنهاية القرن العشرين والشعب المسيحي بالأردن كان ما يفهم أبعاد وممارسة سر الاعتراف فكانوا الناس قبل المناولة بيجوا وبيوقف وبيحط البطر الشي للكاهن وبيصلي على رأسهم وبمشي الحال بتناولوا وبمشوا شوي شوي بلشت تتعي الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية لهذا السر المقدس وكيف الناس صار في عندهم وعي لا سر الاعتراف والإرشاد الروحي وأن يكون في أب اعتراف في حياة المؤمن المسيحي الملتزم اللي بيعيش حياته الروحية بقرب من الله وبيحب أنه يوثق هذه العلاقة بشكل يومي أنه يفحص ضميره وبيحتاج الإنسان مثل ما تفضل القدس أبونا قبل قليل أنه لطبيب للجسد كذلك بحتاج لطبيب للروح يجي هنا دور الأب الاعتراف الكاهن اللي بيرافق الإنسان حتى إحنا الكاهنة يعني لازم يكون في عندنا وإجباوي يكون في عندنا مرشد روحي كاهن زميل إنا يعني لأعلى سلطة بالكنيسة البطاوكة والساقفة يكون عندهم مرشدين حتى أنه قداسة البابا فرانسيس في عنده مرشد روحي من الآباء المقربين لقداسة البابا فيجب على الإنسان مش بس إنه الكاهن لأنه هو ناس فيه تعترف عنده عشان بيكون أب الروحي أيضا يجب أن يكون هو لديه أيضا هذا الأوشاد الروحي بحياته لأنه فحص الضمير مسألة حساسة جدا وفيها شوية مروني يصبح مع الشخص من كثر مع الحياة ومطلباتها واعتراكه وتصادم في المجتمع الخطيئة بتحيط فينا من كل الاتجاهات يحتاج الإنسان إلى عودة للضمير وبدو لازم يعني يتأكد من العلامة يريد وجود الكاهن بيساعده أوكي أنا بعترف خطايات إلى الله دائما نسمعها أنا بحكي خطايات إلى ربنا ماشي تمام طب أنت لك تشوف الحلة كيف ولما بتعترف فيها أنت أمام الكاهن لما بتأخذ الحلة اللي بيثبت إلي أنا هذا السؤال كثير الناس بيسألوا أنه شو اللي بيثبت إلي أنه أنه الله سامحني على الخطيئة لما أنا بيصير تخف خطيئتي ويصير أبطل أعيد نفس الأخطاء لأني أخجل من نفسي أمام خطيئتي فبيصير الإنسان هذه العلاقة الوطيئة مع الله مش بيصير ما يعمل خطيئة عشان ما يروع جهنم بعدين ولا عشان ما كذا وعكذا بيصير لا عشان أنا من داخلي أكون بسعى لكونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل كونوا قدسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس فهذه دعوة إلى القداسة اللي بحياتنا بتحتاج إليها شوية شوية لإستمار تثبت مسيرتنا الروحية بحياتنا بالخلوة الروحية ومن بين الخلاص الإنسان هي الأسرار السبعة اللي قدمها سيد المسيح للكنيسة وهو الوحيد اللي بيعمل الأسرار وهو اللي صنع الأسرار والسر الإترافة والسر التوبة والمصالحة هو من بين هاي الأسرار وللأسف أنه هذا السر بلاحظ أنه هو أكثر الأسرار عرضة للمناقش والاعتراض خصوصا بين المسيحيين وليس فقط المسيحيين ولكن أيضا اللي بعض المسيحيين ما عندهم مش لا كانوت ولا قربان ولا اعتراف ولهذا السبب بسعيدني جدا أتحدث في هذا الموضوع أرد على اعتراضين من خلال الاتراضات أحاول أعطي فكرة كاملة متكاملة عن الموضوع الاعتراض الأول اللي بسمعه دائما من بعض المسيحيين أنه أنا ليش أعترف أندي الكاهن؟ أنا أعترف مباشرة لله ولا أريد واسطة بينه وبين المسيح وإحنا بنعرف أن السيد المسيح هو اللي أسس الكنيسة وحط بين أديها وسائل الخلاص اللي هي الأسرار السبعة ومن بين هاي الأسرار طبعا هناك سر الثوبة أو السر المصالحة والسيد المسيح حتى يهيئ المستمعي لقبول هذا السر أسسه على ثلاث مراحل المرحلة الأولى أراد يسوعا يثبت بأنه عنده سلطة منصرة الخطايا حتى يستطيع أن يمنح السلطة لازم يثبت أن السلطة موجودة عنده وإلا كما يقول المثل فاقد الشيء لا يمنحهم وقد برهن السيد المسيح على أنه عنده سلطة مغفرة الخطايا عندما غفر للمخلة خطياء بقول له مغفرة لك خطياء ولكي يؤكد بأنه الخطايا غفرت وهي لا ترى فعمل العجوبة عندما قال المخلة قم خذ سريرك واذهب إلى بيتك في المرحلة الثانية بعد أن أثبت يسوع المسيح أنه عنده سلطة مغفرة الخطايا وعد التلاميذ بأنه سيعطيهم هذه السلطة عندما قال لبطرس يا بطرس تعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فما ربطته على الأرض يكون مربوط في السماوات وما حللته في الأرض يكون محلول في السماوات وفي المرحلة الثالثة والأخيرة بعد قيامة يسوع من بين الأموات ظهر للتلاميذ وقال لهم خذوا الروح القدس من غفرتهم خطياء تقصر لهم ومن أمسكتم خطياء تمسك لهم وهكذا يسوع المسيح أثبت عنده القدرة والسلطة لأنه غفرت الخطايا ووعد وتمن وعده ويسوع المسيح نفسه اللي أعطى السلطة للكهنة هو يحترم أيضا سلطة الكهنة سواء كان في العهد القديم أو في العهد الجديد نجد مثلا في العهد القديم أن يسوع المسيح عندما كان يشي البطرس كان يطلب منهم أن يذهبوا ويروا أنفسهم للكهنة فكان يسوع المسيح يحترم هذه السلطة الكهنة وكذلك في العهد الجديد باللاحظ لما السيد المسيح ظهر لبورس وهو في طريقه إلى الشام لكي يضطهد المسيحيين سأل بولوس يسوع قائلا ماذا يجب علي أن أعمل فأرسله يسوع إلى كاهن اسمه حنانية في الشان يعني حتى المسيح نرسو صاحب الشان لم يجيب على سؤال بولوس بل أرسلوا إلى الكاهن لأنه هو المرجعية للمسيح على الأرض